وضع الأهوار جد نسبة الأراضي التي فقدت الحياة إذا جازت الوصف أو جازت التسمية حتى نكون منصفين وعطين الأهوار عبارة عن ليست مسطح مائي وليست خزان مائي الأهوار عبارة عن نظام بيئة، أيكولوجي، إرث تاريخي، إرث اجتماعي، إرث حضاري، إرث اقتصادي جزء من هوية الأراق التاريخية والأخلاقية والإنسانية الأهوار الوزارة أخطت على عتقها أنعاشها وعادتها للحياة بعد 2003 الآن نسبة الأهوار التي غمرت المحافظين عليها لا تتجاوز 40% بس الإشكالية ما بالأهوار؟ لمحافظين عليها الأهوار لا تتجاوز 40% 40% أكو مشكلة بخصوص هذه 40% لو مطمئنين يعني نوعاً ما مطمئنين بس الإشكالية ما؟ وال 60% دكتور خالد وهذه قسم منها صعب بعد غمارة صارت أراضي نفطية، أراضي زراعية، أراضي سكنية وقسم منها تحتاج إلى كمية مئة أكبر تصريف أكثر شوف الأهوار لا تأخذ حصة مائية يعني لا تأخذ هلقاً مثلاً وكعبة ثانية الأهوار تأخذ نسبة للإرادات هذه النسبة زيدة تصعد حسب الموسم يعني المواسم الثلاثة أو الأربعة الماضية الماضية يعني عشرين أربع مواسم، أربع مواسم جافة فالأوليات ما الوزارة يمكن جرابك أيضاً نطلع عليها مياه الشرب مياه استخدامات منزلية والصحيوبيا صناعية خطة زراعية أهوار بيات سطر العرب وبالتالي عندما نحقق أوليات ثلاثة يلا نروح للأهوار ترجمة نانسي قنقر